القراءة يعني انا شايفة للبعض يعني كثير ظاهر عندي منفصلين حتى في الطاقة كثير ظاهر عندي منفصلين انت في وضع انفصال يا برج السرطان انت بتفكر في الشريك جدا بتفكر في كل حاجة حصلت بينكو ممكن كمان تكوني دي طاقة الشريك هو كمان بيفكر فيه بيفكر في ذكريات يعني الاكتر التفكير في ذكرياته او حاجات جميلة حصلت بينكو منفصل ده حصل كمان ممكن يكون كان فيه مشادات كلامية كان ممكن يكون حصل منك تطاول على الطرف التاني او الطرف التاني حصل منه تطاول عليك يا برج السرطان يعني كان فيه يعني آآ كلام حاد بمعنى اصحة فيه غضب آآ فيه كلام حاد آآ فيه مع كده فيه زعل وفيه ندم آآ على الكلام اللي تقال او على الكلام اللي انت سمعته او اللي انت تكون ممكن تكون انت اللي قلته وآآ فيه ندم كبير فيه زعل آآ فيه زعل على العلاقة نفسها فيه زعل على الشخص نفسه آآ في آآ آآ زعل على على ذكريات آآ انت والطرف التاني آآ يعني زيلته قوي على اللي حصل او على الكلام اللي قلته لبعض ده للبعض منك صبعا بس انا بقول الطاقة اللي زهرة قدامي في وقت الحالي آآ بعضكم يعني ممكن يكون خصل علاقة ثلاثية او فيه اطراف تانية تدخلت في العلاقة آآ انا في العلاقة دي مش شايفة علاقة ثلاثية آآ الطرف آآ ثالث عاطفي بشكل واضح عشان اكون صريحة معكم مش طرف ثالث عاطفي بشكل واضح لكن فيه طرف ثالث ممكن يكون الاهل ممكن يكون الاهل تدخلوا آآ ممكن يكون كمان لبعضكم آآ حصل نقل كلام ليك او للشريك الكلام ده كان آآ يعني عن طريق آآ مش عن طريق يعني ممكن يكون كان غلط يعني حصل آآ آآ يعني فيه امور بالنسبة لكم ما كانتش واضحة بعد اللي حصل ده كله خسر رحيل فيه حد منكم تاب العلاقة ويمشي منها تماما بس ماشي هو زعلان وهو حزين وهو مقسور يعني مش ماشي لا منتصر ولا مقسور ولا رايح لحاجة ثانية ولا اي حاجة من الحاجات دي لحد لماشي من العلاقة سواء انت او الطرف التاني هو ماشي زعلان جدا آآ ماشي زعلان وحزين وندمين على حاجات كتير. ندمين على حب على عطاء على عشرة عشان كده بقولي العلاقة دي فيها انفصال او الطاقة اللي مصطها قدامي حالان هي انا شايتها فيها انفصال شايتها لحد ده مسير في حب عنده قوي جدا لكن هو عايز يسيطر على مشاعره عايز يعني عايز يخرج نفسه برا الحالة دي عايز ممكن يكون ده انت كمان ممكن يكون ده انت وممكن تكون شريكك بتتعامل مع برج اسط عايز بقى يعني سواء انت او هو بقى انت عايز تدي وش يعني عاوز تدي وش تاني خالص ودين نفسك بصورة تانية خالص لا زعلان ولا مكتئب ولا حزين انت مسيطر انت قوي انت يعني عايز تحسس الثرف التاني بحالة غمود عندك آآ لكن لو حبي يعني بيسال على رجوع آآ في رجوع آآ في رجوع في حب متبادل آآ ان تتوقع مروح هتحصل آآ يعني هيحصل آآ آآ تواصل تاني في اللي جاية. آآ هيحصل آآ آآ رجوع بشكل افضل من الاول بكتير. يعني انت عندك يعني طلع لك يا برج السراطون احسن آآ كرت في العلاقات العاطفية اللي هو الـ Thin of Pentacles. Thin of Pentacles ده علاقة نكحة مستقرة آآ فيها بتسيب آآ ماضي سيء وشاق جدا كان فيه مساعب ومشاكل كتير جدا. كمان انتو بعضكم كان عندكم مشاكل مدية في العلاقة دي كمان. آآ كل ده بينتهي تماما في الفترة اللي جاية. وهو اكيد مش هيكون في النص الاول من ستمبر. لكن انت عندك علاقة آآ ممكن بعد ما توصل لحالة الاستشفاء دي. او انك تكون مستقر او آآ انك تغير من آآ آآ من انتباعك او انت بتفكر كمان ممكن يكون بعضكم آآ فكر كتير في حاجات هو عملها في العلاقة آآ وحبي تغير من شخصيته. ممكن الحاجات اللي انت عملتها في العلاقة تكون حاجات كويسة على فكرة. بس جات عليك بشكل سلبي. يعني تكون يديك اكتر من اللازم. فانت في الفترة اللي جاية انت هتغير من نفسك جدا. آآ آآ يعني هتعد تستنى تشوف الشخص التاني او الطرف التاني هيعمل معك ايه? هو الاول هيديك ايه? هو الاول هيعمل ايه? هو الاول هيقدم ايه للعلاقة? بعد كده انت هتكون آآ رد الفعل. يعني انت مش تعمل فعل بعد كده. ده الطاقة بتاعتك اللي انا شايفيها في الفترة اللي جاية ان شاء الله. وعلى فكرة ده تفكير صحي. يعني لو ده تفكيرك. آآ ده تفكير صح لانه هو هيقدم معيك لحاجات كويسة جدا في الفترة اللي جاية. آآ بعضكم ممكن تكونوا متبعدين تكونوا في صفر. يعني انت في صفر او هو آآ في حد آآ فيكو متافر او عايز يسافر. آآ سواء انت او الشريك. او يكون الطرف اللي مشي ده هو مشي آآ لصفر. آآ ومشي لصفر. ممكن صفر ده العمل او لدراسة. آآ بعضكم كمان آآ آآ في حاجات آآ زي ما قلت انت بتدور جوه نفسك. انت هتاخد وقت مع نفسك تدور جوه نفسك. انت عملت ايه في العلاقة دي? آآ هو عمل ايه? آآ ايه احسن اللي يحصل. يعني انت خد آآ لبعضكم هو خد آآ الانفصال او الطاقة دي. آآ شوية دخل فيها حاجات ايجابية. ان هو يفكر بشكل آآ ايجابي. بعضكم زعلان وحزين. زعلان حزين منطوي بيفكر في ماضي. آآ آآ لكن الاكيد عندي في علاقة حب آآ كارتين بيأكدولي فيه رجوع لشخص من من الماضي آآ في زواج آآ في علاقة بعد ما حصل فيها تدخلات وحاجات آآ آآ صعبة كتير حصلت فيها وتجريح بكلام ممكن للبعض فيكو آآ يعني الشمس هتشرك على العلاقة زي من تاني. آآ على تقدم الكراءة دي. آآ فيها كروت آآ زعل وحزن واتقاب وآآ وحصرة وندم فيها حاجات كتير جدا. صعبة على قد ما هي فيها كروت كتير قوي جميلة. يعني من احلى الكروت اللي موجودة في الثارو آآ موجودة في الكراءة دي. فعنا انت هو اللي هيجيلك بعرض ان شاء الله الطرف الثاني. او ممكن انت اللي تقدم العرض ده. لكن في علاقة من الماضي فيها رجوع. آآ بالنسبة للعزاب آآ آآ يعني انت ممكن تكون عندك آآ انت ممكن تكون زعلان دلوقتي بعضكم بيفكر في ارتباط آآ بشخص معين. يعني في شخص مع معين في دماغك. هو اللي انت بتفكر فيه ليل النهار مش شاف اي حد خالص غيره. آآ الشخص ده في آآ بينكم ارتباط قريب ان شاء الله يحسن خطوبة. هو كمان الشخص ده بيحبك. في خطوبة وفي ارتباط وفي زواج. آآ بعضكم والشخص ده ممكن يكون هو يعرفه. ممكن تكون شخص قديم. ممكن يكون شخص انت تعرفه من الطفولة. آآ ممكن يكون جار ليك او زميل في العمل. آآ آآ المهم ان هو شخص معروف. معروف بالنسبة لك اللي العزبين مش شخص آآ مش شخص جديد. الشخص ده بيبدلك نفس الشعور. يعني لو انت عايز تعرف هو الحد ده بيحبك ولا مش بيحبك الحد ده بيحبك جدا. بس آآ لبعضكم هو مش بيبين. يعني بيبين حاجة تاني خالص غير الجواء لكن هيحصل عارف بحب آآ في الفترة اللي جاية ان شاء الله. آآ هيحصل ارتباط آآ آآ في زواج آآ العلاقة في ترسيم علاقة في خطوبة آآ للبعض منك للعزب للمنفسدين بواجه عام قراءة هنا عامة. آآ لكن آآ في الفيديوهات اللي جاية هعمل قراءة للعزبين لوحدهم. نشوف في ارتباط في الفترة اللي جاية او في حب او في علاقات في الفترة اللي جاية وللمنفسدين لو في رجوع او كده بشكل خاص هفصلها لكن حاليا آآ بواجه عام آآ في رجوع آآ في اشخاص هترجع من سفر او انت هتسافر لحد يا برج السرطان آآ آآ في آآ رجوع لاشخاص من الماضي في حياتك والعزبين في ارتباط بشخص انت تعرفه كويس جيدا. آآ يا كنت تعرفه من زمين لو انت دلوقتي ما ما تعرفوش او مش في حياتك حد هيرجع لك شخص آآ انتو كنت تعرفه بعض قبل كده آآ من فترة يعني او يكون شخص زميلك في العمل او يكون في نفسه محيطك يعني في الحي بتاعك كده آآ شخص ده بيحبك جدا لو انت بتحبه هو بيحبك دايما انت بتحبه. آآ دي من ناحية القراءة العاطفية النصيحة بتاعتك للفترة دي يا برج السرطان. آآ برج السرطان انت آآ بعضكو انا شايفك تعبان جدا ما بتنامش آآ آآ بتحلم احلام وحشة او مش قادر او مش قادر تنام صداع سعب ارهاق آآ انا شايفها الطاقة لبعضكو انت كتير بتفكر في حد من الماضي نصيحتك سبها على الله ما تفكرش في اي حاجة خالط في الفترة دي انت عندك حياة عيدة جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله اخرج من الطاقة السلبية دي لو بعضكو عنده الطاقة السلبية دي اخرج منها تماما آآ ما تفكرش في كل اللي حصل آآ آآ زي ما شفت في الطاقة هنا في قولها سواء التجريح بالكلام ممكن كمان التجريح بالكلام يكون هو ده اللي تعبك او او ما خليتك آآ آآ يعني مش عارف تنين آآ 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 ممكن كمان تكون العلاقة السلاثية اللي انا شفتها آآ لأ انت عندك مرحلة جاية سعيدة جدا ان شاء الله آآ فيها استقرار آآ 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 شوية هتحس ان فيه حاجة نقصك آآ لكن استقرار آآ آآ نقدر نقول عليه آآ كويس كويس لحد يعني الى حد الماء لحد الماء كويس جدا في الفترة اللي جاية آآ آآ حاول بعضكم ممكن يكون بيفكر في حاجة خاصة مادة آآ 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 يعني التشير آآ يعني التشير حد آآ يكون آآ آآ اكبر منك او يكون حد كبير في ليلة او يكون آآ آآ يعني آآ حد التصف فيه او آآ يعني اي حاجة من الحاجات دي المهم انت محتاج انك تتمع لحد آآ آآ يكون عنده حكمة عنده حكمة وعنده عقل مش تتكلم مع اي حد عشان انا شايفة لبعضكم هنا عنده حيرة فعلا محتار وآآ مش شايف آآ محتار بين حاتين ومش قادر يفطر ومش قادر يقرر فممكن ده سبب ان النصيحة بتقولك استشير اسأل حد يكون عنده حكمة يكون عنده آآ آآ يعني عقل يكون اكبر او بيقدر يوزن الامور آآ حد يكون من العيلة كمان آآ ممكن كمان يكون النصيحة انك تصلي وتدعي ربنا يعني هو اكبر حد لينا ربنا سبحانه وتعالى انك تصلي وتدعي ربنا وتقرب من ربنا هو هينور بصرتك اللي انت مش قادر تشوف بها دي ربنا هينور بصرتك ان شاء الله وهتقدر تكرر وتقدر تخرج من الحيرة اللي انت فيها دي آآ الكراءة انتهت آآ نوعا ما ايجابية آآ بالتوفيق للجميع ان شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله شكرا نمو تابع برغي ساروتون